بعد ثلاث سنوات من الانقلاب استفاقت الحكومة الشرعية باتجاه أحد أهم الملفات والمتعلقة بالشركات النفطية وتعاملها مع الانقلابيين رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر أطلق تحذيرا صريحا هو الأول من نوعه للشركات النفطية المنتجة في المحافظات والمناطق المحررة من التعامل مع الانقلابيين الحوثين وحليفهم المخلوع الصالح وأكد أن أي تعامل مع الانقلابيين سيعرضها للمسؤولية القانونية والمالية تصريحات بن دغر كانت خلال لقائه في عدن بعدد من القيادات العسكرية بمحافظة شبوى واطلع على التحذيرات الجارية لإعادة تشغيل الحقول النفطية والغازية في المحافظة كما وجه بضرورة تفعيل ضخ النفط الخام عبر الأنبوب الواصل بين بلوك أربعة عياذ النشيمة التحذيرات التي أطلقها رئيس الوزراء كانت موجهة لتلك القيادات العسكرية الحاضرة في الاجتماع وجميعها قيادات في معسكرات شبوى الغنية بالنفط والغاز ما يشير إلى أن الحكومة أرادت إيصال رسائل حاسمة لكل من سيحاول التغاضي عن أي تعاملات نفطية مع الانقلابيين عبر التهريب وغيره من الأساليب التي تخدم الانقلاب تحذير رئيس الوزراء للشركات النفطية أثر بحد ذاته علامات استفهام حول عمل الشركات وهل هي متورطة فعلا في التعامل مع الانقلابيين حيث أكد تقرير عن منظمة هيمورايتس ووتش نقلا عن فريق خبراء تابعا للأمم المتحدة أن الحوثين جنوا ما يصل إلى مليار واربعة عشر مليون دولار من تجارة مشتقات النفط في السوق السوداء ذلك يقود إلى تساؤلا آخر مرتبطا بمصادر النفط الذي تبيعه المليشيات الانقلابية في السوق السوداء وهل الشركات النفطية العاملة في المحافظات المحررة متورطة في ذلك لكن ماذا عن دور دول التحالف العربي والتي تتواجد قواته لا سيما القوات الإماراتية في جميع الحقول النفطية في حضر موت وشبوة وهل تستطيع الشركات النفطية التعامل بمعزل عن التحالف العربي؟ ترجمة نانسي قنقر